شدي نايل لايف أسفين على العطل الفني الخاص بالمايك بتاع الضيف معايا الضيفي من نكمل معايا الكاتب والمفكر كمال زاخر السست كمال كنت بسأل السؤال خاص بأنه في اتجاه عام في الإعلام بظهور الإسلاميين أو الحزب الأخوان المسلمين أو السلفيين في أنه هم بيحاولوا أنه هم يطمئنوا الشعب المصري بأنه هم باتجاه صحيح وبيطمئنوهم يعني رأي حضرتك إيه في الموضوع ده؟ هو العبرة بالواقع العملي يعني نحن نخشى أن يكون ينطبق على هذا الكلام يعطيك من طرف اللساني حلاواتا ويرغه منك كما يرغه السعلابه فإحنا لسنا ضد السلفيين ولا الإخوان ولا أي فاصيل سياسي نعم إنما نحن مع من يقدم إضافة لمصر سواء على المستوى الاقتصادي أو الاقتماعي أو غيره وبالتالي هم الآن أتصور أنهم أمام تجربة حاسمة إما أن يكتب لهم البقاء وإما أن يعودوا مرة أخرى إلى ما كانوا عليه لأن مصر لا تحتمل التلاعب الأمر الثاني أن نحن نريد أن نؤكد أن الكلام عن هذه الجماعات أو هذه الطيارات السياسية ليس بالقطع كلاما عن الإسلام والخلط بينهم هو منورة سياسية تحاول أن تخرس الخصوم وتكسب الطيار في الشارع لحسابها خاصة في مناخ يسوده الجهل وتسوده الأمية مش بس للثقافية ولكن أيضا الأمية الأبجادية 40% الأمر الثاني أنه حتى الآن لم تحسم الانتخابات يعني يكون أنهم الآن يتكلمون وكأنهم قد ملكوا زمام الأمور ده في نوع من الغرور السياسي وأتصور أن الأيام القادمة حبلة بالمفاجآت ربما لهذه الطيارات تحديدا في سؤال كثير من الناس في الشارع المصري برضو بيسألوا المجلس الاستشاري اللي قرر المجلس العسكري أنه هو يكون متواجد ويبقى جامب المجلس العسكري في حكم مصر فيه أنه هو يبقى فيه استشارة تفتكر ليه الإخوان المسلمين اعتذروا أنهم يكونوا في هذا المجلس نرجع للخريطة السياسية والبردو التوهم أنهم حصدوا أغلبية وبالتالي هم يريدون أن يطلق يديهم أو أيديهم في رسم الخريطة السياسية لمصر فأي ضوابط تتحط من خلال المجلس العسكري أو أي قوة سياسية أخرى حتى لا يختطف المصار إلى الدولة الدينية أو بين قوصين دولة الخلافة هم يرفضونه وده شيء طبيعي لأنه أنت النهاردة كسبت أرض مش ممكن أنك تتخلى عنها خاصة أنك تجاهد في سبيل هذا على مدى 80 سنة ولذلك أتصور أنه هنا خلط خلط في الرسالة اللي بيبعتوها للشارع هو ما يصنعه المجلس العسكري وما جاء في وثقة السلم التي قتلوها وكفنوها ودفنوها لم يكن افتئاتا على إرادة الشعب ولكن أي دولة في الدنيا فيها ضوابط أنت بتحط ضوابط لأنه ما الذي يضمن لي أن لا ينقلب القادمون على مدنية الدولة لا ينقلب القادمون على آلية الدموقراطية نحن عندنا تجربة في الجزائر سنة 94 بتقول أنه أول ما الإسلاميين خدوا الأغلبية أو حصدوا الأغلبية وهم لم يتولوا الحكم للظروف عندهم الصراع بين العسكر وهذا الفصيل قالوا كده بصريحة العبارة أيها الجزائريون هذا آخر عهدكم بالديمقراطية الأمر الآخر أن نفس الديمقراطية التي جاءت بهتلر وحزبه النازي في ألمانيا قبل الحرب العالمية التانية كان الحزب يقول ألمانيا فوق الجميع وما كانش حد يختلف ولكن عندما تولوا الحكم قادوا ألمانيا إلى كارثة وقادوا العالم إلى كوارث في الحرب العالمية التانية ثم وانقربوا على الديمقراطية نحن الآن لا نستطيع أن نحتمل بشكل من الأشكال أنه يتم إعادة إنتاج هذا في مصر لأن مصر ليها ظروفها في الاندماج الوطني في التركيبة الجغرافية والسكانية وكذا وبالتالي صار من المحتم أن توضع ضوابط تحكم القادمون لأنه مش معقولها نحط كل عشر سنين دستور يعني نفترض أنه فشلت هذه التجربة فشلوا هم في التجربة واكتشف الشعب هذه الخدعة الكبرى التي وقعوا فيها وجاءوا الليبراليين أو جاءوا اليسار أو جاءوا أي فصيل آخر سياسي هل سنعيد مرة أخرى كتابة الدستور؟ هذا أمر يعني يجب أن ننتبه لي وبالتالي الدستور لا يوضع بالأغلبية والأقلية إنما يوضع بالتراضي بين كل القوى السياسية لأنه مش بيحكم لصالح فئة دون فئة طيب سياس كمال بعد إذن سيادتك المجلس العسكري طلع على لسان اللواء الملة قال إنه المجلس العسكري حيكون له الكلمة الأخيرة في إقرار الدستور نعم ده في فترة جميل وراء على طول سيادتي اللواء شهين قال إنه مجلس الشعب والشورى هم المنوط بهم تشكيل اللجنة اللي هتكتب الدستور يعني يبيانين مختلفين تقريبا تماما تعالي حضرتك هو يبدو من ناحية الشكلية إنه هم مختلفين لكن أنا أتصور إنه لو قرناهم جمع بعض هيبقوا متكاملين لإنه إذا كان مجلس الشعب والشورى بحسب النص الإعلان الدستوري هم المخولين بتشكيل اللجنة لعوضع الدستور ده موضوع لكن إقرار الدستور قبل طرحه الاستفتاء هيبقى في صلاحيات المجلس العسكري ده أمر واحد لكن ده برضو بيلفت النظر لحاجة إن الأمر الآن بات يحتم علينا أو على المجلس العسكري تحديدا أن يعلن عن اسم متحدث رسمي وحيد باسم المجلس حتى لا نقع في هذه التناقضات ربما الشكلية أو الموضوعية وده شيء طبيعي إنه واحد بس ليتكلم يعبر عن الرأي إنه بيبقى في إيده كل ورده موجودة في أعضاء الدول الديمقراطية زي وردات المتحدة الأمريكية يعني أحيانا الرئيس الدولة زي أوباما ما بيطلعش يقول لكن المتحدث باسم البيت الأبيض هو اللي بيطلع يتكلم السيد كمال أنا ممكن يعني أضيف من الشعر البيت برضو إنه برضو ياريتني لقي برضو متحدث رسمي برضو للسادة أخوان المسلمين أو السلفيين لا مش يعملوها لسبب ليه؟ لأن هم اتعودوا من خلال الخبرة السياسية الممتدة إن هم يخلوا حد منهم يتكلم بتصريح ما؟ يطلق قبلونة الاختبار إذا لقوا قبول في الشارع ومن القوى السياسية الأخرى يكملوا معاه إذا لم يجد قبول يقولوا ده رأيه الشخصي وإحنا مش مع هذا الرأي بالضبط زي إيه؟ المرشد العام المرشد السابق للإخوان المسلمين طلع من يومين في اليوم السابع وقال اللي مش عاجبه حكم الطيرات الإسلامية يمشي من البلد وقبل كده حد غيره قال قدامه كندا وأمريكا يعني الرجل قد ترخيره حدد لنا كمان عشان نوفر الوقت المكان اللي هنروحه لما هاجت الدنيا لأن هذا الكلام تصادم مع الحس المصري عند كل المصريين حتى عند المسلمين وده أنا شفته بنفسي بسرعة قالوا أولا طلع المتحدث الرسمي باسم الجماعة اللي هو الدكتور أحمد أبو تريكا أبو بركة مابو مابيلاع برضو وقال لا ما حصلش الكلام ده ونفى جملة وتفصيلاً هذا الكلام رغم أنه هو مجتوب على موقع اليوم السابع طلع غيره قال لا لا هذا الرأي رأي شخصي وليس رأي الجماعة لأن الجماعة مع الاندماج والجماعة مع الوحدة الوطنية والجماعة مش عارف إيه وإخواتنا المسيحيين وإخواتنا اللقباط هم ما بقولوش إخواتنا اللقباط هم بقولو أخواتنا النصارى وهذا تعبير يعني يعني عليمية علامة استفهام لكن في النهاية هم لن يصلوا أو لن يقبلوا فكرة إن واحد بس يطلع يتكلم عشان فكرة المناورات اللي هما بيجيدوها وفي النهاية يأثروا على أكبر قاعدة من الشارع ويكتذبوها ليهم ده بعيد عن السكر والزيت والأساليب الأخرى اللي كانوا بيعيبوا عليها على الحزب الوطني فيها وهم أصبحوا الورثة الحقيقيين للحزب الوطن والله أستاذ كمال أنا شايف أنه يعني تقريبا الكل اللي بيلعب اللعبة السياسة دي يعني ما هي دي نوع من اللعبة السياسة اللي أنا كنت بقولها في المقدمة إنك إنت ممكن تقول جملة أو كلمة وبعدين عشان تجس بيها نب ما هي دي كل السياسة كل الدول على الفكرة والعالم بيتعاملوا بالطريقة دي هذا الكلام يبقى صحيحا وقبلوا من أي فصيل إلى الفصيل الديني ليه؟ لأنه أي فصيل أخرى ليست لها وزع آخر غير الوصول إلى الكرسي أما الفصيل الدينية حسب المعلن نعم فتريد أن تنقلنا إلى المدينة الفاضلة نعم من خلال منظومة أخلاقية فإذا كنت وأنت تقدم لي مشروعا لتفعيل المدينة الفاضلة نعم والطوباوية ثم تستخدم أدوات منافية لكل هذا فيها الخداع وفيها المنورة وفيها الضغط على الناخب وفيها استخدام استغلال حاجته وفقره وجهله وكذا للوصول إلى ما تريده أظن أن الهدف السليم يحتاج إلى وسائل سليمة طيب السيد كمال برضو خلينا ما ننساش أننا بكرة أو اليوم في الانتخابات المرحلة التانية نظبوط ومرحلة الأولى شفنا طبعا تقدم الحزب العدالة اللي هم الأخوان المسلمين والحرية والعدالة والأخوان المسلمين يعني والسلفين تحالف النور مع الأحزاب السلفية الأخرى هما دول المتقدمين في الانتخابات وأعتقد أنه ممكن يكون الليبراليين والتحالفات الأخرى ويعني الأحزاب الأخرى يعني أعتقد أنهم ممكن يكونوا أخذوا درس في المرحلة الأولى هل متوقع أن المرحلة التانية تستمر بنفس النتيجة ولا ممكن يبقى فيه اختلاف أنا فيه ظني أنه سيكون هناك اختلاف وأن كان اختلافا اختلافا طفيفا ولكن التصريحات المتوالية لرموز الطيرات الإسلامية ربما كانت أكثر إسهاما في أن يحصل الليبراليون على أماكن أكثر من المرحلة الأولى لأن التخوفات اللي وصلت للشارع المصري وخاصة لقطاع المرأة تحديدا بعيد عن اللعباط المرأة بشكل عام كانت واضحة وصريحة وفادحة في تأثيرها ولذلك هناك من يراهن على صوت المرأة وأتصور أن هذا وارد خاصة بعد ما انكشف الغطاء عن الصورة حقية لهذه الطيرات أنها تتكلم بالدين وتعمل بعيدا عن الدين أستاذ كمال آخر سؤال فقرة انتهت وقت انتهى في فقرات تانية آخر سؤال هفترض جدلا أنه الانتخابات خلصت المرحلة الأولى والتانية والتالتة وطلعنا البرلمان معظم أخوان مسلمين وسلفين يعني طيار ديني نعم إيه ميزة دا وإيه عيب دا وفي نفس الوقت متوقع إيه اللي يحصل الخطوة اللي بعديها على طول شوف أولا الميزة أنه الذين صدعونا ببرامج أو بكلام مش ببرامج للأسف هو بشعارات تبشرنا بالجنة القادمة سوف يوضع هذا الكلام على المحك فإذا نجحوا في أنهم يترجموا هذا الكلام إلى واقع وهيشيلوا العبق معنا على الشارع المصري وفعلا يصلحوا الاقتصاد والتعليم وكذا وكذا في اتجاه الحداسة والحضارة أهلا بهم ما فيش مشكلة لكن إذا 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 وصلوا ثم فشلوا في كل هذا فسوف تكون الطامة الكبرى بالنسبة لهم يعني أنا مش متصور أنهم سوف يأتون فيما بعد مرة أخرى ما لم ما لم يوطيحوا أصلا بآلية الديمقراطية نعم وبالتالي نحن ننتظر ونرى نعم لكن المهم في النهاية أنه اللون الواحد ليس في صالح الطبيعة يعني التنوع التنوع هو سمة الحياة وسمة مصر تحديدا من أيام الفرعنة نعم وبالتالي أنا لا أتصور أن هذه التجربة سوف يكلل تكلل بالنجاح لو سبغ المجلس أو البرلمان بلون واحد نحن بحاجة إلى التنوع لإحداث التوازن وحتى لا تختطف الدولة إلى مربع دولة الخلافة ثم نعود من أر مرة أخرى نقاوم من أيام الهجسوس وانت طالع ده بشكل عام ولكن ما هي الخطوة اللي بعدها على طول الخطوة اللي بعدها لو استمرت الديمقراطية كآلية اختيار أن كل شخص هيستفيد أو كل طيار أو تجمع سياسي هيستفيد من أخطاء بالضرورة وهيتواصل مع الشارع وده هيبقى مكسب للتجربة نفسها الأمر الثاني أنه الشعب المصري ضاق طعم الحرية عبر التسعة عشر تشري اللي فاتت أو ربما 12 شهر دلوقتي من يناير احنا منتكلم من يناير عفلنا سانعو هذه التجربة غير قابلة للاندصار أو غير قابلة للمحو الشعب المصري والشباب تحديدا أنا رهاني مش على جيلنا أنا رهاني على الشباب الذي الذي زاق طعم الحرية سوف لا يقبل أن ينتقل من دكتاتورية فرض إلى دكتاتورية طيار الكاتب والمفكر الأستاذ كمال زاخر صباح الخير يا فندم ونورتنا شكرا جزيلا لفندي شاهدنا فاصل وراجعين حالا